موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية ونستهل عرضنا الإخبارية بالدخول المدرسي الجديد فتحت شعار من أجل مدرسة ذات جودة للجميع انطلق اليوم الاثنين بجميع أرجاء التراب الوطني الموسم الدراسي 2023-2024 الذي شهد مجموعة من المستجدات وتميز باتخاذ عدد من التدابير التي تروم تحسينها وتجويد العرض المدرسي موسم دراسي جديد يأتي في ظل الزخم القوي للتدابير المبرمجة لتنزيل رزنامة مشاريع خارطة الطريقة 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع والهادفة إلى الرفع من مستوى التعلمات الأساس لدى التلميذات والتلميذ وتعزيز التفتح لديهم والحد من الهضر المدرسي وفي ذات السياق قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى بزيارة ميدانية لمجموعة من المؤسسة التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تأفاس مكناس وتهدف هذه الزيارة إلى تتبع تنزيل مشاريع خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع باقي التفاصيل مع رضوى المستقيمة بغية تتبع تنزيل مشاريع خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع ومعاينة الترتيبات والإجراءات العملية لانطلاق الدخول المدرسية 2023-2024 بجهة فاس مكناس قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى بزيارة ميدانية لمجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين هذه الفرعية تطبق فيها المنهج الجديد للمدرسات الرياضة نحن شفنا كيف هذه الفرعية هيئة نفسها لم على مستوى الأساسي ولا على أيضا تصفير كل الظروف الملائمة في تجهيز الأقسام ولا أيضا وجود كل متزمات لتساعد بش يكون الدخول المدرسي إن شاء الله دخول المدرسي ناجح السيد بن موسى قام أيضا بإعطاء الانطلاقة لثانوية سبع رواد التأهيلية كمحطة أولى للزيارة بهدف توسيع العرض المدرسي ومخاربة الهدر المدرسي وتعزيز التمييز وتثبيته بالثانويات الإعدادية والتأهيلية مؤسسة التنوية فيها إعدادي ولكن فيها أيضا تأهيلي والتي تساعد لكي تقرب هذا التنوية من الساكينة كانوا واحد عدد تلاميذ يحتاجون لكي يقطعوا مسافات التي يجد مهمة هذا اليوم المؤسسة قرب لهم كانت تأثير الكافية لأنه كانت تدار واحد مجهود من ناحية تأثيرها وبخصوص التعليم الأولي أكد السيد بن موسى على الإرادة القوية للوزارة في تعميم هذا النوع من التعليم على كل الأطفال الذين يبلغون من العمر أربع أو خمس سنوات وفي الشأن الوطني دائما أقامت وكالة بيت مال القدس الشريف حفل استقبال على شرف طلاب مهندسين فلسطينيين وأساتذتهم المؤطرين الحفل تنظمه الوكالة في مدينة فاسة بشراكة مع وكالة التنمية ومع اللهئة الجهوية للمهندسين المعماريين بمدينة فاسة رغد قابوري وكالة بيت مال القدس الشريف أقامت بمقرها بالرباط حفل استقبال على شرف عشرة طلاب مهندسين فلسطينيين وأساتذتهم الاستقبال يندرج في إطار إقامة تدريبية نموذجية تنظمها الوكالة في مدينة فاس تهم تقنية ترميم وإصلاح المباني الأثرية بمدينة فاس هذه إقامة تدريبية نموذجية للإطلاع على التجربة المغربية في ترميم وصيانة المباني الأثرية ويندرج ضمن سيرورة عمل الوكالة في مجال صيانة المعمار التاريخي في القدس تلهاما طبعا لتجربة فاس المستهمة في صيانة وترميم المباني التاريخية ورد الاعتبار للثورة العمرانية في القدس مصار تم الانتلاق فيه منذ 15 سنة وذلك بتقديم مشاريع الإصلاح والتأهيل التي همت عددا من المباني في البلدة القديمة للقدس وانخرط المؤسسات المغربية في مشروع الوكالة الخاص بصيانة وترميم المباني الأثرية يأتي لتعزيز الخبرة الفلسطينية في هذا المجال هي دينامية مستمرة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلال الملك محمد الثالث للحفاظ على المهروث الثقافي والعمراني والحضاري لمدينة القدس باعتبارها مدينة جامعة ومركز للإنسانية الإقامة التدريبية النموذجية تستمر لمدة أسبوعين وسيتطلع خلالها الطلب ومؤثرهم على مشاريع التأهيل والصيانة والترميم التي خضعت لها بعض أحياء المدينة القديمة لفاسو على تقنية الترميم وإصلاح المباني الأثرية بها وفي موضوع آخر شاد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني قوسي منويل الباريس بنجاح خارطة الطريقة المتفقي عليها بين إسبانيا والمغرب وأكد أنها ستتواصل وشدد السيدة الباريس في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية نشرت أمسنا الأحد على أن خارطة الطريق هو مسلسل والتزام طويل الأمد بين البلدين وكان وزير الشؤون الخارجية الإسباني قد شدد مؤخرا على أن المغرب يظل أولى الأولويات أولويات إسبانيا في مجالي السياسة الخارجية نبقى في إسبانيا حيث أمرت السرطات سكان العاصمة مدريد والمناطق المجورة بعدم مخادرة منازلهم بسبب المخاطر التي تشكلها الأمطار الغزيرة في المنطقة بينما وضعت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية مدريد ومواقع أخرى تحت حالة التأهب القصوى رضوى المستقيمة الأمطار الغزيرة تجتاح مدريد وبعض مناطق البلاد وضع أدى إلى غمر بعض الطرق ودفع العاصمة الإسبانية إلى عيش حالة تأهب بسبب احتماله طور أمطار غزيرة طوال اليوم مجلس مدينة مدريد طلب من السكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الإسبانية وضعت معظم أنحاء إسبانيا في حالة تأهب للأمطار الغزيرة كما يمكن أن يتراكم أكثر من 120 لتر من المياه لكل متر مربع في مدريد وفقاً للوكالة سوء الأحوال الجوية دفع أيضاً رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إلى تأجيل مباراة أتليتكو مدريد وضيفه إشبيليا المقررة اليوم على ملعب سيبيتاس ميترو بوليتانو في ختام منافسات الدورة الرابعة حسب ما أوضحه فريق أتليتكو مدريد وفي جديد الوضع في السودان أدى تبادل نيراني المدفعية بين الجيش السوداني وقواتي الدعم السريع إلى مقتل خمسة مدنيين أمسنا الأحد قدات مقتل عشرين آخرين من بينهم طفلان في غارة جوية ويحتاج أكثر من نصف السودانين لمساعدة إنسانية للاستمرار فيما باتت ستة ملايين منهم على شف المجاعة بحسب منظمات إنسانية وتهدد المعارك والجوع بتدمير السودان وإغراق المنطقة في كارثة إنسانية على ما تؤكد الأمم المتحدة التي لم تتلقى سوى ربع وعود التمويل نفتح ورقة الشأنية الدولية حيث أعلنت سلطات هوايا الأمريكية أن عدد الأشخاص المفقودين في حرائق الغابات في جزيرة موايا بلغ ثلاثمائة وخمسة وثمانين شخصا مضيفة أنه تم العثور على أكثر من ثلاثة ألاف شخص آمنين والذين تم الإبلاغ عفوا عن فقدان مصيرهم سابقا وتم الكشف عن أسمائهم لنتابع السلطات المحالية أعلنت أن عدد الأشخاص المفقودين في حرائق الغابات في جزيرة موايا الأمريكية في هوايا بلغ ثلاثمائة وخمسة وثمانين وأعلنت إدارة شرطة موايا ومكتب التحقيقات الفيدرال الأمريكي بأنه تم العثور على أكثر من ثلاثة ألاف شخص آمنين والذين تم الإبلاغ عن فقدان مصيرهم سابقا وتم الكشف عن أسمائهم حرائق الغابات التي بدأت في الثامن من شهر غشت المنصرم واشتعلت فيها النيران في بلدة لهاينا المطل على المحيط في جزيرة مواي أدت إلى مقتل ما ليقل عن مئة وخمسة عشر شخصا مما جعل الحرائق واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ هواي وأكثر حرائق الغابات فتكا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن إدارة التوارئ في جزيرة مواي كانت قد دفعت عن قرارها بعدم إطلاق سفارات الإنذار أثناء حريق الغابات مؤكدة أنه كان من شأن استخدامها أن يدفع السكان إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى مكان الخطر مدير وكالة التوارئ صرح أن ماوي اعتمدت بدلا من ذلك على نظامين مختلفين للتنبيه أحدهما يعتمد على إرسال رسائل نصية للهواتف والآخر هو بث رسائل التوارئ على تلفزيون وفي الإذاعة وصل الإعصار هايكوي إلى اليابسة في شرق تايوان أمس الأحد ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وهو برياح عاتية وانقطاع الكهرباء عن آلاف السكان في أول عاصفة كبيرة تضرب الجزيرة منذ أربعة أعوام هذا وأجلي أكثر من سبعة آلاف شخص من مناطق عالية الخطورة وألغيت مئات الرحلات الجوية وأغلقت متاجر في شرق تايوان مع وصول أول إعصار كبير يضرب اليابسة في الجزيرة منذ أربعة أعوام وأفدت السلطات عن تسجيل أكثر من أربعين إصابة جرأ الإعصار منها إصابتان طفيفتان في مقاطعة هوالين الجبلية وفي جديد أخبار التقنيات وعلوم الفضاء أطلقت الهند نهاية الأسبوع مصبار أديطال الواحد في أول مهمة لها لاستكشاف نجم المجموعة الشمسية بعد أسبوع من تمكنها من إنزال مركبة غير مأهولة عند القطبي الجنوبي للقمر وتبدأ المركبة الفضائية رحلة تستمر مئة وخمسة وعشرين يوما للوصول إلى وجهتها وهي نقطة تبعد واحد فاصل خمسة ملايين كيلومتر من الأرض ولكنها تظل جزءا بسيطة من المسافة بين كوكب الأرض والشمس البالغ مئة وخمسين مليون كيلومتر نعود للشأن الوطني مشين الكرام وهذه المرة من الرباط حيث نظمت الجامعة الملكية المغربية للملاكبة حفل استقبال على شرف الملاكمين والملاكمات المغاربة المتواجين في الدورة الواحد والعشرين للبطولة الإفريقية للنخب بالكاميرون والألعاب الرياضية العربية بوهران في الجزائر رغض قابوري في المتابعة الجامعة الملكية المغربية للملاكمة نظمت حفل استقبال على شرف الملاكمين والملاكمات المغاربة المتواجين في الدورة الحادية والعشرين للبطولة الإفريقية للنخب بالكاميرون والألعاب الرياضية العربية بوهران الحفل يندرج في إطار تكليس ثقافة الاعتراف وتثمين المواهب الرياضية الوطنية التي تتألق في المحافل الرياضية نحن في الحالة لقب هذا البطل الإفريقية بالمرتبة الأولى وحالياً نحن في الحفل توجيه الجوائس وكان نهديو هذا الفوز جميع مكونات الجامعة الملاكية المصيرين والمؤطيرين وكذلك الملاكمين والملاكمات كانوا هذا البروغرام الذي نمشيه عليه في التداريب مع الفريق الوطني والتداريب الذي يكون مع سكارات مغلقة مع دول أخرين لكي نحسن نيفو دينا والمستوى دينا النتائج الإيجابية والمشرقة التي حققها الأبطال المشاركون في هاتين التظاهرتين الدوليتين تعد إنجازاً كبيراً وستبقى راسخة في أذهان المغاربة وعشاق الفن نبيل كما ستنضف إلى خزانة الملاكمة المغربية الزخيرة بالعطاء والتألق الحفل حضره فعاليات وشخصيات رياضية كما تميز بتكريم البطلات والأبطال المتواجين وكذل أطر التقنية والطبية للجامعة الملكية المغربية للملاكمة احتضرت مدينة الفنيدق نهائية كأس العرش للغوص الرياضي بالمسابح والتي شهدت تتويش ناديي الرجاء البيضوي وأمل إنسغان بلقب نسخة سنة 2022-2023 لهذه التظاهرة لنتابع مدينة الفنيدق احتضنت نهائية كأس العرش للغوص الرياضي بالمسابح التي شهدت تتويش ناديي الرجاء البيضوي وأمل إنسغان بلقب نسخة سنة 2022-2023 لهذه التظاهرة المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة تحت المائية كانت عندنا بطولة في السباحة بالزعانف أي السباحة باليبالم وكانت عندنا السباحة مفتوحة بالزعانف كذلك في هذا الشاطئ الجميل تعرفيين في اللي تابع الإقليم الفنيدق واليوم درنا بطولة كذلك الكأس العرش البطولة للغوص الرياضي وفيما يخص بطولة كأس العرش للسباحة بالزعانف فعاد اللقب لبطلات وأبطال نادي الرجاء البضوي متفوقا على أمل إنسغان في هذه الفعالية الرياضية التي شهدت مشاركة حوالي 125 سباحا ينتمون إلى 15 جمعية ونادي منضوي تحت لواء الجامعة ورياضيا دائما وبشراكة مع عصبة سوسماسة لألعاب القوى وعدد من الفاعلين المؤسستيين ومبادرة من مؤسسة الماراثون الأخضر نظم السباق الدولي على الطريق لأغادير على مسافة 10 كم السباق عرف تتويج العداء المغربي يونس بنار في فئتي الذكور فيما توجت العداء الإثيوبية أبيرا أيوهو بتاو ببطلة في فئتي الإناث نتابع ورقة رضوى المستقيمة العداء المغربي يونس بنار يتوج بطلا للسباق كوريدا أغادير في فئة الذكور بعد أن حاز على المرتبة الأولى بتوقيت 29 دقيقة وأربع ثوان لتحتفظ مدينة أغادير بلقب هذا السباق الدولي والمنظم بمبادرة من مؤسسة الماراثون الأخضر من نسبة للسباق هو أدام الاستهداد السباق كبير خصوصا في الماراثون كانت منان إن شاء الله نكونت بطل كبير من مدينة أغادير اليوم تم تنظيم هذا السباق بطبيعة الحالة اللي يعرف مشاركة مهمة وكانت منه بشير مشاركة جاءة في السباق الدولي في الماراثون وكذلك الماراثون أن يكون المشاركين أكثر فعاليات الخفل الختامي لهذه التظاهرة الرياضية شهدت تكريم عدد من الفعاليات وعلى رأسهم البطل العالمي الأولمبي السباق سعيد عويتا نشكر المنظمين على هذا السباق وتمنيت بحالة السباق يكون كثير في المغرب حتى نكتشفه أبطال كثار كيف كتشفنا اليوم عدة من أغادير ويعد هذا الحدث الرياضي أول ملتقى ضمن تحدي سوسماسا الرياضية الذي يضم سبع سباقات وطنية ودولية أبرزها الماراثون الدولي لأغادير الذي سينظم يوم الثامن والعشرين أبريل لسنة الفين واربع وعشرين خيث ستشكل هذه الملتقيات فرصة للرياضيين للتنافس على مستوى عالا وفي نفس الآن اكتشاف مؤهلات عاصمة وسط المملكة الرياضية والسياحية وفي أخبار الفن والثقافة تحتضن مدينة فهس فعاليات النسخة ثامنة من المهرجاني الدولي لفن الخط العربي والزخرفة نسخة هذه السنة تشهد مشاركة متميزة لخطاطين شباب ومن جيل الرواد مغاربة وأجانب رغدا قابورية النسخة الثامنة من مهرجان فاس الدول لفن الخط العربي والزخرفة تشهد مشاركة متميزة لخطاطين شباب ومن جيل الرواد مغاربة وأجانب هذه التظاهرة الفنية تتميز بمشاركة أزيد من سبعين خطاط من المغرب وعدد من الدول من بينها الأردن والسعودية والسوريا ومصر ميزة هذه الدورة فيها مجموعة الشباب خريجي المعاهد التي كان صاحب الجلال الملك محمد السادس في الآوينة الأخيرة والخريجين حالياً هم الوجه الجديد للثقافة الخط العربي في المملكة المغربية برنامج الحدث الفني يتضمن العديد من الأنشطة الفنية من بينها معرض في فن الزخرفة يحتضنه مركز نجوم المدينة وندوات تسعى إلى تسلط الضوء على تاريخ الخطوط إضافة إلى ورشات في صناعة اللوحة الفنية الخطية أو الزخرفة وبالورقة الثقافية نصل مشاهدنا الكرام لنهاية هذا العادة الإخبارية نشكر لكم حسن وطيب المتابعة أطيب المونى اشتركوا في القناة